نادي الرغاية قدم مباراة كبيرة في هذا الدور من كأس الجزائر أمام فريق اتحاد الحراش الذي يعاني في الآونة الأخيرة البداية كانت قوية من جنب فريق نادي الرغاية ويتمكن الافتتاح باب التسجيل بواسطة اللاعب المتألق النوبلي الذي قدم مباراة كبيرة تليق بمقام وصمعة نادي الرغاية طريق نادي الرغاية قبل هذه المباراة لم ينهزم في أي مباراة في بطولة الدرجة الثانية للهواء اتحاد الحراش ضيع العديد من الكرة الأولى كانت عن طريق سليم بومشرا ثم محاولة ثانية خطيرة عن طريق بعوش الحارس عبدوني بضدين يتألق في هذه الكرة ثم مخالفة مباشرة عن طريق العياطي في طريقة 39 من المرحلة الأولى وجدت في استقبال الحارس المتألق عبدوني المرحلة الثانية بداية كانت بهذه الطريقة وهذه التزديد عن طريق هندو رفقاء سليم بومشرا حاولوا في العديد من المرات معادلة النتيجة لكن دائما في الحراسة حارس متميز اسمه عبدوني بمساعدة الدفاع بقيادة أبريكا وتأتي الدقيقة السابعة عشر من المرحلة الثانية وفيها يتمكن فريق اتحاد الحراش في العودة في المباراة وذلك بفضل هدف بعوش اتحاد الحراش واصل ضغطه في هذه المباراة وفي هذه الدقيقة الأخيرة وكرة بوعلام لم تجد طريقها إلى الشباك آخر محاولة في هذه التسعين دقيقة القانونية كانت هذه المخالفة من جيد فريق مدير غايل لكن بدون نتيجة نتيجة تتعادل الهدف لهدف كانت هي الفاصل من اللجوء إلى الوقت الإضافي من مرحلتين وخلال المرحلة الأولى وبالضبط بعد مرور ثمانية دقائر يتمكن الأدرع من إهداء الفوز للحراشية من خلال تسجيله للهدف الثاني بهذه الطريقة وبعد صعوده فوق الجميع هدف جاء بعد السلسلة من المجهودات والكرات الكثيرة الخطيرة الدقيقة الأخيرة من المرحلة الأولى كده فيها لقرع أن يضيف هدف ثالث لكن تنتهي الأمور على حرب هدفين هدف واحد